اهلا بحضراتكم من جديد لسه مجتمرين وحدثنا عن الدور المصري الكبير اللي بتلعبه الدولة المصرية لانجاح اتفاق الهدنة ما بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وللحقيقة اصبح واضح للعالم كله خصوصا انه مصر يعني بتبذل كل جهده لاعادة على كل الاسعيد لاعادة مصار التفاوض وايقاف نزيف الدم نهاردة كمان جي قرار بحكمة العدل الدولية يدعم هذا المصار اللي وضعته مصر من البداية بوقف العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية في الوقت الثمن فيه الرئيس الامريكي جو بايدن الجهود المصرية لإحلال السلام في المنطقة وده شفناه النهاردة في تصريحات رئيس جو بايدن في اتصال هاتفي مع رئيس المصري عبدالفتاح السيسي والحقيقة في ظل هذه التغيرات الى اين تسير المفاوضات؟ اي سيناريوهات ستأخذها اسرائيل الى المفاوضات؟ نتحدث الى ضيفنا الكاتب الصحفي الاساس محمد صلاح الزهار في هذا الشأن اهلا بحضرتك منورنا وقرارات محكمة العدل الدولية اليوم توقيتها واستقبال العالم ليها سواء دوليا او حتى عربيا ومدى الزاميتها لإسرائيل بهذه القرارات وتنفيذها نعم اشكر حضرتك على الدعوة الكريمة ودعينا نقولها في نقاط محددة ان هذه القرارات بتنوعاتها يعني سواء كانت بوقف العمليات او بالسماع للجان التحقيق بالدخول الى عدل العربية المحتلة وقطاع غزة للتحقيق فيها للتامات بارتكاب وقاع لبدل الجمعية الموافاة المحكمة بتقرير خلال شهر بالاجرات التي تغذت الى اغلق القرارات ولكن يبقى القرار الاهم وقف العملات العسكرية فورا في قطاع او في رفح هو الاساس الذي يمكن ان نتحدث عنه او هو الاهم اليوم في قرارات المحكمة الجانية الدولية الحقيقة ان هذا القرار هو يعني رغم اهميته بشكل او باخر على المستوى القانوني والمعنوي ولكن هو تقرير الواقع العالم كله ينادي العالم العاقل ينادي ويطالب الادارة الاسرائيلية وجيش دولة احتلال بالتعاقف عن العملات العسكرية وبالامتلاع عن ارتكاب الجرائم التي تشكل او الواقع التي تشكل جرائم بمختار القانون الدولي القانون الدولي الانساني الامر يتعلق بان هناك ايضا تأكيد من جانب المحكمة الجانية الدولية للكثير من وجهات النظر التي كانت تؤيد مثل هذا الامر وعلى رأسها الدولة المصرية نحن لا نقول ان المحكمة قالت اننا نؤيد مصر ولكن القرار المصري او وجهة النظر المصرية من البداية تتوافق مع وجهة النظر العقلة المجردة التي تستهدف احقاق الحقوق الدولة المصرية ومنذ لحظات الاولى لنشوب هذه الازمة بعد احداث السبع من اكتوبر الماضي اعلنت على لسان الرئيس المصري عن فتا حسيسي في لقائه الاول مع او في استقبال الانوزير الخارجية الامريكي وكان لا فتا ان الرئيس كان حريصا على ان يكون الموقف المصري واضحا بشكل لم يكن معهودا عند لقائه بوزير الخارجية او استقباله في مقر الياسة اراد الرئيس ان يكون رد فعل مصر على الهواء مباشرة ربما استقرأ الرئيس مبكرا ما يحدث الان من الدعاءات ضد مصر بسبب هذا الموقف المصري الواضح وثابت منذ اليوم الاول لهذا العضوان تجاه القضية بلا ان شك وكان الرئيس حريص على ان يقول للوزير خارجية امريكا مفردات الموقف المصري على كافة جوانبي السياسية والوجستية والمساعداتية وكل الاتجاهات بشكل واضح على الهواء مباشرة لكي لا يكون هناك لابس نذكر انفسنا ان الرئيس كان حريصا على التأكيد ان مصر ترفض وتدين اي محاولات بالمساس بالمدنين هنا او هناك الرئيس كان حريصا على التحذير من ان مصر ترفض اي محاولة لترحيل مشكلة غزة الى اي دولة من دول الجوار وبالتأكيد كان الرئيس يقصد الدولة المصرية الرئيس كان حريصا على التأكيد على انه لا حل لهذه القضية التي طال امدها الا حل الدولتين وهو الحل السياسي الذي يضمن لكافة الأطراف وللمنطقة هدوءا وسلاما الرئيس أيضا كان حريصا على التأكيد على أن دوائر العنف التي دارت خلال السنوات السابقة لم تؤتي إلا بضحايا ويومها قال الرئيس أو حشد الرئيس أو أعلن الرئيس الحصيلة التي وقعت خلالها ضحايا من الجانبين خلال الدورات الأخرى من العنف ما بين غزة أو ما بين حماس وما بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومن هنا دعينا نقول وليس الأمر في مبالغة بحكم أننا لا تحدثوا من التلفزيون المصري الموقف المصري ومنذ اللحظة الأولى هو الموقف الوحيد في العالم الذي لم يتلون الذي لم يتأرجح يمينا أو يسارا وهو ثابت منذ البداية رأينا كثير من الدول الأوروبية رأينا كثير من الدول التي كانت تدعم إسرائيل تتراجع بعد أن حدث نوع من أنواع التصعيد في الرئيس العام الداخلي احتجاجا على مواقف هذه الدول ومن هذه الدول دول أوروبا بعد دول أوروبا غيرت مواقفها يبقى كما قلت وكما أشير أن المواقف المصري وبشكل متجرد هو المواقف الثابت منذ اللحظة الأولى المواقف المصري أيضا تطور فيما تعلق بمسألة إدخال المساعدات الدولة المصرية بشكل أو بآخر بإضافة إلى الأمور الإدارية والاتصالات والتفاوض الدولة المصرية هي الدولة التي لها ما يجاوز 80% من المساعدات التي أدخلت منذ 7 من أكتوبر حتى توقف المساعدات قبل أسبوعين 80% من هذه المساعدات من الجانب التنفيذي للدولة المصرية أو الجانب الأهلي هذا هو المواقف المصري بمجملة عايزة روح مع حضرتك لرد الفعل الإسرائيلي تجاه قرارات محكمة العدل الدولية واللي شوفناه على طول باستمرار ضرب النار والعمليات العسكرية في رفح مخاطر استمرار العمليات العسكرية إلى اليوم في رفح وعدم اكتراث الجانب الإسرائيلي لقرارات محكمة العدل الدولية وصوت العقل في العالم أجمع بوقف العملية العسكرية في رفح أظن أن هذا الأمر هو أمر يعني مش مفاجأة الحكومة الإسرائيلية الحالية برئيس الحكومة الحالية بأعضاء وضعين فيها من المتطرفين يعني كلمة متطرفين ربما تكون أقل وصفا هما من الزوات الأفكار المتطرفة المتشددة التي يعني تتصق مع الفكر الإجرامي ماذا هو المنتظر من هذه العقليات التي تشارك في حكومة إسرائيل الآن منتظر أن تكون على بينة من أمرها وأن تعود إلى العقل لا أعتقد ولكن إذا كانت هذه الحكومة القائمة تضم الغالبية العظمى من الأحزاب والممثلين للأحزاب المتطرفة وأناس مدانين بأحكام قضائية بتطرفهم هم وزراء في حكومة نتناه الآن لا يمكن أن يكون رد فعلهم سوى مزيد من التطرف ولكن دعينا نقول أن هذه الأحكام هذه التوجهات من جانب المحكمة الجنائية الدولية ربما تكون خطوة مهمة في سبيل تصعيد أو تحديد المجال للعزلة لإسرائيل لأنه منتظر أن يصدر خلال أيام قليلة أيضا قرارات من المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف بعد قضاة إسرائيل وقضاة حماس وده ممكن يوقف إسرائيل؟ مش هيوقف على المستوى القريب ولكن على المستوى البعيد هو سيجعل دولة إسرائيل دولة إلى حد ما منعزلة هذا الأمر ربما يجعل الدولة الداعمة الأولى لإسرائيل أن توازن مواقفها وأعني بالقول الولايات المتحدة الأمريكية لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال هي الدولة الوحيدة في العالم القادرة على إيجاد وسيلة لدى الإسرائيليين أيا كانت توجههم وأيا كانت الحكومة الموجودة لإيجاد حلحلة للموقف لعلك تدركين معي أن التطورات التي حدثت اليوم على مدى اليوم تمها أو تساعدت بأن أجرى الرئيس الأمريكي اتصالا قبل ما يقرب من ساعتين بالرئيس المصري كل هذه الأمور لا يجب أن تقرأ أو هذه المحادثة لا يجب أن تقرأ فيه بمعزل عما جرى على مدى اليوم وعما جرى خلال الأسبوعين الماضيين هذه المهاتفة أو هذه المحادثة الهاتفية من الرئيس الأمريكي للرئيس المصري تأتي في إطار القراءة التي يمكن أن نعشدها أو نلخصها للموقف المصري منذ السابق من مايو الحالي الدولة المصرية الإدارة المصرية رفضت بكل وضوح أمام الرأي العام العالمي التواصل مع قوات الاحتلال عندما احتلت معبر رفح من الجانب الفلسطيني وأعلنت مصر أن إسرائيل كدولة احتلال هي المسؤولة عن الإعاشة والأغذية والعلاج لأهالي غزة على اعتبار أنها دولة احتلال وأعلنت مصر أنها لن تتعامل مع دولة إسرائيل أو مع جيش الإسرائيلي في مقابل البوابة الفلسطينية من معبر رفح الدولة المصرية أيضا خلال الأسبوعين الماضيين سعدت وأعلنت بشكل واضح أنها ستنضم لدولة جنوب أفريقيا في الانضمام إلى الدعوة التي تطالب إسرائيل بواقف العنف وبمحاكمة قادتها بهتهم الإبادة الجمعية الدولة المصرية كانت حريصة أيضا على التحذير الواضح المباشر توجيه تحذير واضح مباشر للإدارتين الأمريكية والإسرائيلية أن الدخول إلى منطقة رفح بمغامرة عسكرية سوف يجعل مصر تعيد النظر في الاتفاقيات الموقع بين مصر والإسرائيل كل هذه المواقف عندما نحشدها أو نتذكرها ونضع ما جرى اليوم أو نقرأ ما جرى اليوم اتصال بين الرئيس الأمريكي والرئيس المصري بمبادرة من الرئيس الأمريكي يعني أن هناك محاولة من جانب الإدارة الأمريكية لتدارك التحذيرات والاستجابة للتحذيرات التي خالت بها الإدارة المصرية هذا الأمر يأتي في البيانة الذي يمكن أن نقرأه وصدر عن الرئاسة المصرية وعن البيت الأبيض أن هناك اتفاق على ادخال مزيد من المساعدات عبر معبر كارم أبو سالم وده تأكيد الإدارة المصرية والإدارة المصرية التي رفضت أن يكون هناك مساعدات عن طريق معبر رفع في وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الآخر أيضا هناك تأكيد من جانب الرئيسين على أنه الحل الذي يمكن أن نمهد له هو حل الدولتين ممكن حقيقة أن تتحدث الآن عن معبر كارم أبو سالم وإدخال المساعدات إلى معبر كارم أبو سالم ودلوقتي الرئاسة الفلسطينية بتؤكد الاتفاق مع مصر لمرور المساعدات من خلال معبر كارم أبو سالم توقيت دخول المساعدات ومن خلال معبر كارم أبو سالم وبالاتفاق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن إزاي حضريك شايف ده؟ أنا بقول حضريك ده يأتي في إطار الاستجابة للرؤية المصرية في أنه لا مجالة لمساعدات أن تدخل عن طريق دورة الاحتلال لا يمكن دورة المصرية كانت واضحة فإنها لن تتعامل مع الجيش الاحتلال على الجانب الآخر من معبر رفح لابد دورة المصرية يعني رؤيتها للمعبر رفح هو معبر مصري فلسطين وبالتالي لابد أن يكون هناك إدارة فلسطينية بشكل أو بغرق بأي ترتيبات هي مصر لم ترشح ولم تفضل جانبا فلسطينيا معينة هي قالت معبر مصري فلسطين وبالتالي رفعت يدها محتجة ورفضة أن تتعامل مع جيش الاحتلال على الجانب الآخر ليس من المتصور أبدا أن تتعامل دورة المصرية مع جيش الاحتلال في مسألة تتعلق بمساعدات الفلسطينيين وعلنت أمام الرأي العام العالمي أنها تحمل إسرائيل المسئولية كاملة فيما يتعلق بإحتياجات أهل غزة وبالتالي هناك أيضا في البيان الذي صدر عند رئاسة المصرية أن مسألة الإسراء بإدخال المساعدات عبر كرم أبو سالم تذت توطيئة لترتيبات معبر رفع أفهم من هذا الكلام ربما هذا اجتهاد خاص بي وربما يكون خاطئا أن هناك ترتيبات سريعة سوف تتم أو تجري حاليا لبحث إمكانية إعادة العمل لمعبر رفع بما ترطيه الإدارة المصرية الحديث عن الدور المصري والتشكيك والإدعاءات اللي حصلت من قبل وسائل الإعلام الأمريكية ربما الرد عليها بقوة وبشكل جاد والرد على الأرض دائما حديث هام لكن هستأذن حضرتك نروح لفاصل ونرجع مستمرين في حديثنا وفي هذه النقاط على وجه التحديد مستمرين مع الكاتب أصحف محمد صلاح الزهار لكن بعد فاصل أهلا بحضرتكم من جديد نعود لضفنا الكاتب الصحفي لأستاذ محمد صلاح الزهار وحدثنا حول قرارات محكمة العدل الدولية اليوم وأيضا الدور المصري الثابت والواضح منذ البداية في القضايا الفلسطينية والحديث عن مرار المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم وأيضا ربما عودت المفاوضات مرة أخرى بوساطة عربية مصرية في هذا الملف نتحدث لضفنا ونعود للأستاذ محمد صلاح الزهار أهلا بحضرتك ويمكننا نتكلم قبل الفاصل عن الادعاءات والشعيعات التي كانت خلال الأيام التي فاتت تجاه الجانب المصري ودوره في القضايا الفلسطينية وربما التشكيك في نياته في الجدة في التفاوض وتغيير بعض البنود وهذه الاتهامات واليوم بنشوف اتصال هاتفي من الرئيس الأمريكي جو بايدن يؤكد هميته محورية الدور المصري ربما رد واضح وصريح لتلك الادعاءات والشعيعات ليه حضرتك شايف أنه ده بيحصل في الإعلام الأمريكي تجاه مصر على وجه التحديد ودعينا أن أقول أنه الموقف المصري وخلال الفترة الأخيرة بالتحديد يعني موقف مصري بشكل عام ولكن أنا أحدد الفترة الأسبوعين الماضين من يوم السابع من مايو عندما اتخذت مصر قرارة ووضع حيالة المغامرة العسكرية في رفح هذا الأمر كشف القوات الاحتلال أو جيش الاحتلال الإسرائيلي وحكومة إسرائيل أمام الرئيس العامي العالمي ووضعت الوضع أو حددت الوضع بمحددات وحملت المسؤولية للوضع أو للقوات الاحتلال الإسرائيلي وللحكومة الإسرائيلية في ذات الوقت الدولة المصرية وربما نقرأ هذا لم تعلن هذا ولكن نحن نقرأ هذا كمتابعين أن الدولة المصرية تدرك أن الإدارة الأمريكية يا دولة أو إدارة داعمة بكل ما يمكن أن يكون للكيان الصهيوني في كل المبارسات الإجرامية يعني أنا أدعي وأزعم أن إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية شريك متضامن ومتواطئ مع كوات الاحتلال الإسرائيلي في كل الجرائم التي وقت على أرض قطاع غزة وبالتالي كان من الطبيعي أنا أستغرب أن يكون هناك محاولات من جانب الإعلام الذي يبدو مهنياً والذي يبدو حراً في ارتكاب السقطة الكبيرة التي ارتكبتها إحدى وكالات الأنباء بالأمس بأن عضو في الوفد المصري عدل في بند من بنوديها سلام إحنا عادين كده بنتكلم كأننا بنشتري عربية لا يا سيدي هذا الكلام لا يعني لا يدخل في عدد بحاجة يفكر كده أو يتخيلوا مصر دولة وسيطة ليست بالمرة الأولى صحيح في الوساطة يعني الوساطة ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يعني مصر واحد ده مركز أول في هذه الوساطة والمفاوضات بس يا سيدتي نحن لدينا مفاوضون في الجانب المصري يعني يحصلوا على جائزة نوبل في الصبر الناس دي بتقعد لأنها مفاوضات مدنية وخذي بالحضراتك كمان أنه ليست المفاوضات فقط أنه أي اتفاقات تمت ليس هذه المرة ولكن في الصراعات أو دوائر الصراع ثلاثة المسلسل أو حلقات المسلسل الصراع بين حماس وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الست سنوات الماضية أو الخمس سنوات الماضية مصر كانت مهمة في أنها عندما يصلوا إلى اتفاق مصر هي الضامن للتنفيذ يعني ليست مصر لا تقضي وقتا عبر مفاوضوها في عمليات أو مفاوضيها في عمليات التفاوض ولكن عندما يبدو الأمر قيد التنفيذ الهدنة التي تم الاتفاق عليها في أول هذه المعارك من الذي قام بالتنفيذ وبضمان التنفيذ؟ الدولة المصرية من كان يتسلم الأسرة من هنا ويسلمهم ومن كان يتسلم ومن كان يتابع التنفيذ الدولة المصرية لا مجال إلا للدولة المصرية والدولة المصرية تمارس هذا الدور بمزيد من الإتقان ومزيد من الحرفية وبمزيد من الاقتناع بأن هذا هو الدور المصري الذي تفعله كدولة محورية كدولة كبرى كدولة مؤثرة في منطقتها وبالتالي كل هذه الأمور عندما تخرج الدولة المصرية عن هذا الدور وتعلن أنها لن تقبل من إسرائيل المغامرة فيما يتعلق برفح كان من المفترض أو من المنتظر أو غير المستغرب من جانبي أن تحاك الشراك الإعلامية التي لا تمر على أحد عقل وبالتالي كان رد الفعل المصري بالأمس واضحا وحادا في التنديد بالممارسة الإعلامية الغير محترفة إلى هذه الوسيلة الإعلامية والتي بادرت عبر بسرعة وفي إطار الاستجابة لما طالبت به هيئة الاستعلامات المصرية والبياني الذي أصدره رئيس الهيئة الزميل دياء رشوان وعدلت الخبر ما فيش خبر يتسب لثلاث مسؤولين مجهلين بهذه الكيفية أو بهذه الضخامة أو بهذه الأهمية يعني هو الدعاء واقعة ليس لها من يؤيدها هو تخبط واضح وعلى ذكر ده يمكن النهار ده كان فيه نشر صورة للزميل الإعلامي محمد شبانة على أنه أحد قادة حماس تعليقك على هذا المنشور والأي ماذا فيه تخبط في الإعلام الإسرائيلي والإعلام الأمريكي نعم يا سيدتي هو التخبط ليس في الإعلام الأمريكي والإسرائيلي فقط لا التخبط في الإدارة الإسرائيلية على المستويات السياسية والعسكري وهذا ليس كلامنا من البداية نتنياهو أعلن أنه سوف يقوم بالحرب أو يشن حرب على قطاع غزة للتحقيق هدفين الهدف الأولاني كما قال القضاء على حماس والأمر الثاني عدد الرهائن طيب هل بعد 8 أشهر أو ما يقوم من 8 أشهر هو قضاء على حماس لن يقضي على حماس متاتا وده ليس تعظيما من جانبي لقدرة حماس ولكن حماس تقوم على فكرة رفض الاحتلال الإسرائيلي وهذه الفكرة موجودة في صدر كل فلسطيني وفي كل عربي وبغض النظر عن الفلسطينيين المنتمين لحماس لا كل فلسطينيين على كافة انتماءاتهم وبالتالي لن ينجح نتنياهو مهما قعد كورون في أنه يزيل من قلوب الفلسطينيين والعرب فكرة رفض الاحتلال مش ممكن صحيح الأمر الثاني ناخد على التليفون أستاذ محمد شبانة الكاتب الصحفي وزميل الإعلامي أهلا بحضرتك وإزاي استقبلت الصور دي للدعاءات الإسرائيلية بصورتك أنه حضرتك أستاذ محمد شبانة في إحدى كتاب القسام شفت إزاي الموضوع ده واستقبلته إزاي على مواقع التواصل الاجتماعي أهلا بحضرتك وأهلا بحضرتك وأهلا بشكل عزيز وكل أستاذ المشاهدين خدت الموضوع بسخرية طبعا لأنه ده بديك انعكاس عن حالة من الاحتداز والتخبط والسطحية والجهل لم يبقى جهاز زي الشباك اللي هو المفترض يبقى واحد من أهم أو هكذا يدعو يعني إنه واحد من أهم الأجهزة الأمنية اللي موجودة ويخطئ خطأ سازج وسطحي زي ده يعني أنت لو عايت تستهدف حد المفترض بتبقى حفظه وحفظ شكله ورصده سنين يعني إنما أنت تخش على جوجل بتكتب الإسم فيتشابه إسمه مع إسمه وتاخد صورتي وتحطها وتوزعها أنت كجهاز أمن على وسائل الإعلام الرسمية بتاعتك ثم تنشر في كل وسائل الإعلام الإسرائيلية وتأخذها بقى وسائل الإعلام أخرى فأخذت الموضوع باستهزاء وده استمرار ده حالة من التخبط والجهل والسطحية اللي بتعمل ده الناشئ اللي زي دي يعني والإدعاءات الكاذبة المستمرة يعني ربما نشوف حدث قويتك بتفند الموضوع إحنا الإدعاءات الكاذبة إحنا يعني معتدين عليها ومؤخرا حتى بالنسبة للدولة المصرية وهم يعني عندهم حالة من الفزع من الإجراءات والإصرار المصري اللي بيارفض طبعا للتحجير للفلسطين وشكاة الفلسطين بشكل واضح من يوم ما بدأت الحرب صحيح ربونا ده الموقف المصري الواضح والثابت من البلاي يعني ده لا يقبل لا يقبل وبعدين لما تخش تحاول تهز صورة الدولة المصرية الخوية في الوساطة اللي بتقوم بيها الوساطة اللي بتقوم بيها دي مش بتقوم بيها حسان خاطب غير إن هي دولة قوية ودولة لها مصدقياتها ودولة هي بجمع القضية الفلسطينية من 48 لغاية النهاردة يعني مصر لها تاريخ في هذا الأمر فلما بتخش في وساطة بتخش في وساطة من منطلق هذه القوة من منطلق أن مصر الدولة القوية ودائما تكون هذه الوساطة ناجحة بقبل يعني من قبل المصريين والمفاوض المصري ربما هو الأكدر بهذه المفاوضات على مدى التاريخ أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ محمد شبانة الكاتب الصحفي وزميل الإعلامي شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا ربما أستاذ محمد تمكن سؤال أخي في ظل كل هذه التغيرات إلى أين تسير المفاوضات وبأي سيناريوهات ستقدم إسرائيل على المفاوضات القادمة وأقربهم إلى الحدوث أظن أن الأمور سواء في الداخل الإسرائيلي أو في نطاق الرأي العام العالمي أو في أوساط الإدارة الأمريكية الأمور فاض بها الكائل من الموارسات الإسرائيلية السياسية والعسكرية وأظن أن هناك انفراجة ربما تكون مضغوطة أو ربما اضطرار من جانب رئيس الحكومة الإسرائيلية وجانب الجيش الاحتلال الإسرائيلي لانصياع إلى فكرة العودة إلى المفاوضات هذا اجتهاد من خلال القراءة لأنه إذا ما قرأنا بالأمس بالأمس فقط خبرا منشورا على إحدى الوسائل أو منسوبة لأحد المصادر الأمريكية أن رئيس المخابرات الأمريكية سوف يقوم بزيارة لأحدى دول أوروبا يلتقي برئيس الموساد وممثلين عن الدول الوسيطة في المفاوضات لإعادة التفاوت طبعا الدولة المصرية حتى الآن باعتبرها أحد أو أهم الوسطاء لم تعلق ولكن هذا مصدر أمريكي ولكن أظن أن هناك عاملات تمهيد لجانب الرأي العام لكي يتراجع نتنياهو عن الموقف المتشبس أو الموقف المبني على السلف والغرور وأظن أن الإدارة الأمريكية والإدارة الإسرائيلية يتأهبان أظن للعودة للمفاوضات لحيلولة أو لإيجاد وسيلة للاتفاق على وقف إطلاق النار في أعرف فرصة وأظن أن هذا الأمر لو ما يعني الدولة المصرية أظن لو لديها رؤية تؤكد أن هناك إيجابيات في الموقف أظن أن الدولة المصرية لن تتأخر أبدا فإنها تمضي وفق أي تجاوب يحقق أي مصطح للفلسطينيين ترأيي انفراجة قريبة لهذه الأزمة الفلسطينية؟ أتمنى وأعتقد أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا لأن الكاتب الصحب الأستاذ محمد صلاح الزهار شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا كده مشاهدين خلصت حلقتنا مع حضرتكم النهاردة دايما نشوفكم على ألف خير ترجمة نانسي قنقر شكرا جزيلا على جديد دعيما بلاد صورة تحجيري شكرا جزيلا على جديد